مع اقتراب انعقاد جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية المقرر هذا الأسبوع فشلت الأحزاب الكردية بحسم اختيار مرشح للمنصب والأهم من ذلك لم تتفق الكتل النافذة على مرشح واحد لرئاسة الوزراء وخلال الأسبوع الجاري أجرت قيادات الإطار التنسيقي عدة لقاءات داخلية كان آخرها اجتماعها في منزل القيادي بالإطار همام حمودي في العاصمة بغداد بحضور نور المالكي وهادي العامري وأغلب قيادات الإطار مصدر برلماني كشف أن اجتماع زعماء الإطار التنسيقي شهد خلافات بشأن مرشح رئاسة الوزراء حيث أن أتلاف المالكي ما زال متمسكا بالمالكي كمرشح لرئاسة الوزراء وهذه هي نقطة الخلاف داخل الإطار إذ أن في المقابل طرحت أطراف أخرى أسماء منها حيدر اللبادي وقاسم الأعرج ومحمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة رغم أن مصادر أخرى أكدت أن المالكي سحب من سباق الترشح على هذا المنصب وترجح مصادر مطلعة أن الخلافات داخل الإطار التنسيقي على مرشح رئاسة الحكومة ستولد نزاعات كبيرة يغذيها عدم غياب الصدر حقيقة عن المشهد وإن أعلن تياره شكليا الانسحاب من اللعباء إذ أنه لا يمكن لقوى الإطار التنسيقي تجاهل موقف الصدر من الحكومة المقبلة وخصوصا بعد أن فتحت تسريبات المالك الصوتية الباب على مصراعيه لخلافات عميقة تطرح بشكل علني وتعد هذه المرحلة من أشد المراحل التي شهدت فيها تشكيل الحكومة تعقيدا منذ حكومة نور المالك الأولى وذلك يرجع لأسباب داخلية منها تعدد الميليشيات والاضطراب الوضع الأمني والاقتصادي وكذلك الظروف الخارجية المتعلقة بالتغيرات الإقليمية بعبارة أدق زعماء الأحزاب والكتل يجدون صعوبة في لملمة أجزاء العملية السياسية الآخذة بالتشضي